بسم الله الرحمن الرحيم طلابي طلاب الصف الرابع أسعد الله أوقاتكم بكل خير نتمنى من الله دوام الصحة والعافية للجميع معكم المعلمة بيان أبو يحيا من أكاديمية مدارس وروض الترؤى الفاروق نحن في الوحدة الثالثة بعنوان مواقف من الحياة في الحصة الماضية قمنا بقراءة الدرس والتعرف على المفردات الجديدة واستنتجنا الأفكار الرئيسة من الدرس اليوم يا رابع سنقوم بحل تدريبات الدرس وسنبدأ لتدريبات معاني المفردات والتراكيب نبدأ بسؤال الأول اختر من العامود الثاني ما يناسب معنى الكلمة في العامود الأول ثم اكتبه بين القوسين من يبدأ بالكلمة الأولى؟ تفضلي يا علياء أحسنتي رائعة جوف بمعنى باطن الكلمة التالية يا غزل رائعة نفيس ثمين أما حضي يا بسمة ممتازة حضية أي بمعنى نالة انقضى يا جنة أحسنتي أي بمعنى انتهى الكلمة التالية يا ندا أحسنتي رائعة مكنة أي بمعنى أعانة أما الكلمة الأخيرة يا رؤى؟ بارك الله فيك وثير أي بمعنى ليل ناعم ننتقل الآن للسؤال الثاني صلي الكلمة في العامود الأول بضدها في العامود الثاني وفير يا داود أحسنت يا بطل قليل الكلمة التالية يا إلياس رائع يا بطل مليء فارغ منح يا إبراهيم بارك الله فيك أفاذ أما الكلمة الأخيرة يا حمزة؟ رائع يا بطل حارة تأكد ننتقل للسؤال الثالث ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة غطى الصياد في سبات تعني؟ تفضلي يا ميرا أحسنتي رائعة راحة في النوم خائبا في؟ رجع الصياد خائبا تعني؟ أحسنتي يا ماسا أي بمعنى خاسرا والآن أحبائي سنبدأ بحل أسئلة الفهم والاستيعاب نبدأ بالسؤال الأول ماذا وجدت زوجة الصياد في جوف السمكة؟ تفضل يا محمد؟ أحسنتي يا بطل وجدت زوجة الصياد في جوف السمكة لؤلؤة نفيسة السؤال الثاني كيف أراد الحاكم أن يكافئ الصياد يا محمود؟ ممتاز أراد الحاكم أن يكافئ الصياد بمنحه ساعة كاملة لدخول خزائنه وأخذ ما يشاء السؤال الثالث ماذا شاهد الصياد في الغرفة التي دخلها يا سيف؟ أحسنتي يا بطل شاهد الصياد في الغرفة التي دخلها الجواهر والذهب والفراش الوثير بجانبه كل ما يشتهي من الطعام والشراب السؤال الرابع أذكر سبب كل مما يأتي الفرع ألف عرض الصياد اللؤلؤة على الحاكم تفضل يا حسن أحسنت يا بطل ليحظى منه بالمال الوفير أما الفرع با من السؤال الرابع رجع الصياد إلى بيته من غير أن يأخذ ثمن اللؤلؤة تفضل يا عبد الرحمن أحسنت يا بطل لأنه بدأ بالطعام والشراب ثم نام على الفراش الوثير فغط في سبات عميق ثم أيقظه الحارس وأخبره بأن المدة انقضت فلم يأخذ ثمن اللؤلؤة السؤال الخامس يا دانيال بارك الله فيك بما تصف الصياد الصياد مغفل وطمع السؤال السادس ماذا تعلمت من القصة التي درستها؟ تفضل يا ريان أحسنت يا بطل الابتعاد عن الطمع أيضا يا زاهر بارك الله فيك الرذا بما قسمه الله لنا أطلب منكم صغاري كتابة معاني المفردات على الكتاب والفهم والاستيعاب على دفتر النسخ على قسم الأسئلة بطريقة التي اعتدنا عليها بخط واضح وجميل ومرتب ودمتم بخير أحبائي